اشتركوا في القناة اعزائي مشاهدي قناة العصر السلام الله عليكم وحياكم الله العدل أساس الحكم وبالعدالة تستقيم أمور الناس ولا يمكن تصور تطور الأمم بدون عدالة فصلاح العدالة من صلاح الأمم وتقدمها فلا حماية لمقدرات الأمة من اقتصاد وخيرات بدون صلاح العدالة ولذا ترفع الأمم المتطورة والمتحضرة شعار العدالة للجميع ويرفع الإسلام شعار الناس سواسية ولقد حرم الله على نفسه الظلم وجعله محرما بيننا ولكن أين هذا الشعار وأين هذه المبادئ عندنا ولهل أصبحت العدالة اليد التي تضرب بها السلطة كل من يخالفها والجهاز الذي ترهب به كل من تخول له نفسه أو يفكر في انتقادها أو الخروج عن طوعها ولماذا تفعل العدالة بتريقة عجيبة وسريعة عندما يتعلق الأمر ببطال أو مواطن بسيط يطالب بحقه المكفول دستوريا ولكن الأمر يكون مغايرا تماما عندما تذكر أسماء مسؤولين نهب الجزائر وأسماء كثيرة ولا تنقص الأمثلة هذه العدالة تبقى جامدة ولا تملك حتى فتح ملف في ذلك ولكنها تتغول عندما يذكر اسم بطال أو مواطن زوالي ويصبح لها القدرة على التحرك بفعل قادر فهل أصبحت العدالة عندنا جهاز لقمع من يطالب بحقه وللتغطية على الفاسدين والمرتشين ألم تعد هذه العدالة جهاز في خدمة الأغنياء وأصحاب النفوذ على حساب المواطن الضعيف أم ألم يصرح المدعي العام للمحكمة العليا الإيطالية بأن القضاء الجزائري يتسطر على المتورطين في قضايا الفساد نسمع منكم بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم نفتح ملف العدالة اليوم بما له من دور في استقامة الدولة والعباد ودور هذا الجهاز يتطور البلاد وحماية اقتصادها والذي هو رمز وأساس الدولة القانون ونسأل هل أصبح هذا الجهاز اليد الذي تبطش بها السلطة ويفعل فقط على الضعيف أما أصحاب الأكتاف كما يقال معليهم كلام معي أول مداخلة مع السيد لازهر الساد الصدقي سيد لازهر أهلا ومرحبا بك أهلا الأخ عبد النور أقول لي بقناة الرشاد متشاركين بكم الله يسلم كفايا ما هي قضيتك مع العدالة السيلة زهر نحييك ونحييك ونحييك الموضيك في قناة الرشاد والأخ باديس بالغلاب أهلا تحية عزاك وصل لهم القناة وبنسبة للموضوع الأخ عبد النور بغي أشيرك واحد واحد محرم مدور الصوت يوصلني أني ضعيف شوية أهلا أهلا نعم 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 نسمع فيك ولكن صوت ضعيف ما نشعاب في التقني كان يساعد لي شوية الصوت أهلا أسمحي بش نفهم معاك سيرا زهر تقضي قضية عقار سيد الأزهر من الذي قام بالتزوير إذن الموثق هو الذي قام بتجوير وفي المحاكمة القاضية ماذا قال؟ نعم نعم نحقق نعم 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 هذه الأطراف يجبوننا هذا يحرون العاقد هذه هي تحديدنا بأنهم خصومة يعني أن يخصمت معه كيف يخصمت هذا أرسق العادة لزعمه ونشي تشعرون ونشي تشعرون في حرق شهادة الميلاد المقطع وعطيها لموطق وكي نحن مقطع غالبا أخير في المار يتعلن لشهادة الميلاد على خصمت يعني أنا ويقصي بيتها يتخاف منه يعني شهادة الميلاد تتعامل وصلت طعاقتهم هذه المستخرجات هذه المحرّفة تتحرّف ساعة وعشرين سنطنبر ساعة وتسعين شهادة الميلاد تدخل 24 أكتوبر ساعة وتسعين مرار شهر يعني هذا بعد إثمان وإثمان محرّف إذن تزوير هذا هو الذي جعلك حساب الميلاد اللي تلقيناه منك سيلازار سيلازار حساب الميلاد اللي تلقيناه منك ويعني الكلام لما تكلمنا معك قلت يعني هذه الأسباب جعلتني لا أثق بالعدالة في الجزائر نعم نعم سيلازار سيلازار الصوت رديع جداً نعم 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 العداله نعم في رأيك علاش أم هشام ليست في خدمة المواطن أدلا في خدمة شكارة وليكروسيت تعزدلا والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما قل ودلا بك الله فيك أم هشام ناخد مكلب نعم إذن السؤال هل القضاء هل القضاء في خدمة المواطن أم لخدمة السلطة فقط هذا هو يعني الموضوع تاع اليوم اللي نتسأل فيه قالوا نعم محمد من البويرة محمد هل محمد كلمة محمد مكلمة محمد جاهزة عمار من أم البواقي إذن محمد غير جاهز ناخد مكلمة عمار السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته واشكي عبدالنور بباك الحمد لله توضل وش رأيك في العدالة في الجزائر عدل تبانمت يا عمر شوف عبدالنور أنا عندي واحد القضية أنا في يوم الباقي وكي يبدو بتوصلي إلى محمد بطاني شرح متنعمين وش قضيتك سي عمار أنا عندي خارية على السيارة ما الله ما فنتك سي عمار كذا ما سمعش منيح القضية تاعك بتك الخارية عندي بروسي على السيارة على السيارة نعم ريوة قلت لكي يدوني وصول لك معمد عطاني شرح حدس متنعمين ايه تسمع فيها هنسمعوا فيك سي عمار تفضل تفضل كمل هذا هذا شيء يسمعني بوطفريقة وش ما عاملين عتو فيه وفي تلفزيزيو وبيعضروا من عفواش وحنا عندنا العدالة وكذا 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 ما لنا نقول لهم شوف وما كان حتى حتى حدر في الجراد والدالي ما عندنا حق في الساكن ما في العامل ما عندنا حتى حق في حاجة لاي أطول عمار شوف أنا الدوله هذا يرغلطني شوف الدوله هذي دارك فيه شرع كبير عندي واحد قريب شوف عمار كمين وغير في الحباس كل قطرة تخرج لي موند اه تخرج لي لاموند بغراما ويقول دول ها بدون يحتاج الحمس بعد ما لنقول بيت فنقا شوف مازام مازام راكم ضب انشاء الله راكم انتبات يتشوف وحنا ندعي ولكم على كل حال أنا مني واحد يدعي لكم ديما بالشر لكش ما عندنا حتى عقوق في البلاد واذا كنت وصاح رجال وضغ يتبري وراكم من جهة رب سبحانه اروح اللي هنا طو كي تيم هيا وقسمو بالله يا العظيم ما عندنا حق في البلاد ثاني نقول كلش دارين أربارها احنا ما نهضر بلوثيقة موش نهضر بلوثيقة كمان نهضروا هما وحنا ويندير وكذا وكذا وهم يسترقون نفهم كلامك اـ سعمار ما عندكش ثقة في العدالة ولا كيفاش هنا ما عندي ثقة شوف ما دلش ما عاد ما لو اه مادمش ما هاد ما ماتموين انا ما عنديش فيها ثقة خلاص شوف ينا المحيط ودا الخارج لا يديش ثقة في العرب بزعود تمامية على العرب خطاش العائزة نهدروها بهم هما ده شيء عشو فانو كنت مباصر في الهدسة ما ما شورتيش مع عاديتين مباصرين على كل سوائلة دي بيسر قرطة طبع طبعو خمس سنو المهمة رابطة ما وكرد بسحق في الفلاد ماذا نقول لك انو طالب الهدوة عند ابو سبحانه سبحانه مطلعو فكسي عمار على المدخلة ناخذ ابو صهيب ابو صهيب السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل ابو صهيب احياكم الله ورديكم وجعل الجنة متقلبكم ومسواكم يا اخي الحبيب واحييك واحيي هذه القناة المباركة هذا منظر الاحرار واحيي اخوانا في المهجر واخوانا في الجزائر شباب الجزائر الحر ولا ننسى حراء الجزائر وعلى رأسهم امه امين امنا الحبيبة ان شاء الله اخي الحبيب استفتح ان شاء الله هذه المداخلة بآية من ايات الله عز وجل حيث يقول المولى تبارك وتعالى في ستابه الكريم فأتعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح يأتي زمان هذه البطولة التي نراها من حين الى الآخر ان القرى في الجزائر ليس لو آليات وليس لو أدوات تمكنه ان يكون ذلك المواطن حرا يتكلم بالكلام الحر النادع من إرابته ولكن ابو صهير كنت تذكر في الآيات الكريمة وتذكر في الأحاديث وتذكر في الأقوال المأثورة والدستور الجزائري يقول أن الإسلام دين الدولة والدول نحن نقول يطلع علينا الوزير لأول سلال ويقول لازم نركب ونوصل إلى الأمم المتقدمة والأمم المتقدمة والإسلام كلهم يحثوا على العدالة ويقول أساس الحكم هو العدالة أو العدل لماذا نحن لا نفعل العدالة أو العدل لماذا القاضي الأول للبلاد لا يفعل القضاء أو العدالة في الجزائر لماذا عندنا الرشوة لماذا عندنا لما قلت في الحديث لما يسرق الضعيف نجرمه ولما يسرق الغني أو المسؤول لا يجرم والأدلة يعني بالشبعة كما يوقع بالجزائرية نعم يا أخي الحبيب بارك الله وفيك على هذا السؤال إن هذه السلطة في واد يا أخي الحبيب وشه في واد هذه السلطة هي سلطة سلطة القمع سلطة الإختمداد سلطة الظلم وسلطة الحجرة والتهنيش والإقصاء كيف يساوي بين العدل يا أخي والظلم لا لأن الظلم يا أخي هو ما فيه من قيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما العدل فهو أسرأ أساس الملك ما جاء من خلال هذه القاعدة الشهيرة التي تعنى بها هذه الدول التي تحترم شعوبها وتحترم واطنيها نعم أما هؤلاء يا أخي أما تقوم بالله الشرعية ليس لهم شرعية هؤلاء جاءوا يكونوا يحطمون هذا الشعب جاءوا ليقومون به أمر من فرنسا هؤلاء جاءوا لقتل هذا الشعب وتجويع هذا الشعب إذا أراد الشعب أن ينفع رأسه فعليه القزول بين القوسين فعليه العصى يريدون أن يكون هذا الشعب مضاعدة الرأس هذا الشعب يصبح لا همه الوحيد إلا نقمة العيش هذا الشعب لا يصبو إلى الحرية لا ينعطق إلى هذه الكرامة التي أعطاها إياها المولى ليس مننا من هؤلاء هذا حق والحق يؤخذ ولا يعطى برك الله فيك أبو صهيب على المداخلة وأبو صهيب يرجع تأخر هذه العدالة والحالة المزرية التي تعيشها العدالة إلى عدم الشرعية للسلطة الحاكمة في جزائر برك الله فيك أبو صهيب على هذه المداخلة نأخذ أم نصر من تلمسان أم نصر أهلا بك أم نصر هل أم نصر جاهزة؟ ألو يبدو أن أم نصر لا تسمعوني ألو إذا أم نصر غير جاهزة نأخذ مكالمة أخرى سي رابح مخصنتين سي رابح أهلا بك نعم سي رابح غير جاهز أو مكالمة قطعة مكالمة سي رابح نأخذ مكالمة أخرى مكالمة من البريدة نعم ألو ألو السلام عليكم سلام ورحمة الله من معي؟ أه لحسن من الولايات البوليدة سي لحسن أهلا بك تفضل تفضل سي لحسن حبي نتكلم العدالة تفضل يا أخي من يحكم من بهذه البلاد؟ ونحن نتسأل تفضل من يحكم بهذه البلاد؟ تفضل تفضل سي لحسن تكمل يبدو أن هذا سي لحسن لا يسمعوني وانقطعت المكالمة مكالمة من كلمسن ألو؟ ألو؟ خيثها ما يعني لنصحح الخلل التقني الموجود باللاريجي إذن قلت نعم عندي المكالمة بالهاتف نعم من معي؟ عبد الرزاق مبو فارج سي عبد الرزاق وي؟ أتفضل سي عبد الرزاق عندي قضية في ويش عالي هادي أتفضل باختصار سي عبد الرزاق آلو 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 أنا أسمعو فيك سي عبد الرزاق تفضل آلو آلو في العلاقة في فلوجيستيس وي؟ أتكلم سي عبد الرزاق أتكلم أتكلم عندي قضية في فلوجيستيس آلو آفر آفر هذه الآفر سعي هذه في الدميسيات في 2007 نعم آلو 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 يقولنا القضية تاعك ما تقوليش عفسة وخلطوهالي وكل شيء احنا ما نفهموش اكذاك بتك فهم القضيتك بس احنا ما نش فهمي القضية تاعك اتفضل سعبد الرزاق اوه بك فهمك كيفاش بك هذه بكتلك في 2006 نعم في 2006 قضية هذه تاع شغل انا كنت مطلق فنربط علي طلقت تفهمك كيفاش نعم كي طلقت شغل اي رحت عندها حBS قضية عائلية نعم نعم بالنهر هذك الرح تلقي ناها رحت اي عندهم كي عايب التفهمك معها وكتعل بلي سيبوهن طلقك وستيبوهن رح تساهمك مع شاف ده بركات هي ويمها ماذا تساهمني نعم رح تفاهمك مع اي وشاف ده بركات مع ايمها ودارولي راتك شاف ده بركات دالليه داللي بسكفة طون مبيل بس دخاني الحبس اي اي دي جاه في النهار لي في النهار لي طلقتها فالدهار تياعي القاتلي باللي يودي اقسيم وبالله حال فتلقيت لي اقسيم وبالغل دخلتك الحاس. وصح كما كان الحال غضوة من ذاك لقيت رحل في الحاس. يعني تواطئ للقاضي ولا بتواطئ من? هذه تواطئ تعال 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 شيف البريغاد اللي حاكم البريغاد نعم والقاضي نعم والقاضي وش قال في القضية القضية قضية راح قضية حكمت الحبس وزدوا وكي خرجت حاكمه لي عام سورسي وعام سورسي عام سورسي قاضي سمعك وما سمعك سي عبد الرزاق قاضي سمعني تا تاع صح سمعني والمحامي وش قال محامي 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 نورمال المحامي دخل هكذا قالوا بلي يودي السيد هذا مشي تاع وقدم من انا وقصوا بلي مشي تاعي اصلا اصلا السيارة تاعي كي ما كنت انا نشي بياه السيارة تاعي كي راح دومون دي هالي هاذا شيف البريغاد ديتها لحتل داخل البريغاد عندهم اذا انت تظن يعني بكين تواطئ بين اه بين الزوجة ولا وشيف البريغاد على خاطر بكم فاهمك يعني انا انا نفهم القانون القانون مفهوم بكم انت انت اصلا السيارة تاعك هكذا نعم نعم انا اسمعو فيك تقاريها برو في الباركينغ بره انا رحت نشتكي باللي اه خاطر كنت في فوضاوي هكت اعمني كنت في فوضاوي رحت نشكي على قرار جوة قرارات رحت نشتكي باش اعطني قابل التهديم باش نشتكي ياك فاهمنيك نعم ومبعد افريكي رحت رحت ليه باش نشتكي قال لي اه فركتني هكذا قال لي حط كوارتك اللي هتنا حطت كوارتو كلش فركتني ومبعد قال لي روح جيبت السيارة تاعك وراهي انا ما انا اعلنتي هكذاك رحت جيبت السيارة تاعي مالباركين جيبتها للداخل ودروح يفركت فيها وماش عارف انا ذو كان معلبيش انا واقف هكذا مالباش كيفاش حتى طب باش بدل اقاطعك على المخاضرات هذيك وتهمني بها الدني بها تهمة ثم بعد كوارت رجعت عقلي اللور رقيت باللي المرأة حلفت فيها قاتل دخلك الحبس وصح يعني بتواطع مع الجهاز العدلة ايه اذا انت معندي اشتقاء في الجهاز العدلة او كيف اسي اه انت ايماجيني مواطن جزائري يعني عندي حق في كلش ما عندي اشوف ما عندي حق لا في سكنة وزيد اون بلس اللي لبريقات رح تشتكيه لا حقك تعل شي في الحفز بارك الله وفيك احنا اسمعنا القصة تعكسي عبد الرزاق وان شاء الله ربي ياخذ حقك ناخد ام نصر سلام عليكم سلام ورحمة الله وبكت اهلا بك ام نصر كيف تحال بخير؟ نعم نعم اتفضلي ام ناصر اسمعوا فيك اه تسألونا هل هناك من عدالة؟ نعم انا اسألكم هل هناك من دولة؟ هل هناك دولة حتى نسأل عن العدالة؟ الصوت يصني ضعيفة يا مشعب الى مصدر طيعة ولا تقني فقط؟ نعم 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 انا الصوت يصني ضعيف جدا نعم اتفضلي ام ناصر اه قلت لكم اكبر جريمة يعني في الجزائر كيف يحكمون ناس عاجزة متخلصين يعني هذه اكبر جريمة يعني لو كانت هناك عدالة في الجزائر اول شيء نحسب هذا الذي هو اليوم يعني مشلول يحكمنا ومعه عصابة وبعض الحمقة والجهلة كسلال فهؤلاء مكانهم مستشفيات الامراض العقلية والمرقابر والسجون لانهم اولا مرضى عقليا ثانيا جهلة وثالثا هم مجرمين اه لو كانت هناك عدالة لا حسبوا عن الجزائريين الذين قتلوهم واختطفوهم ولا حسبوا عن الاموال التي اخذوها العدالة لا توجد في الجزائر نحن هنا عندنا ابو صحيب يقول ام ناصر نعم من قبلك قالك ابو صحيب العدالة يعني مريضة بهذا الحد لان السلطة الحاكمة غير شرعية في الجزائر لا ليست مريضة لا توجد لا سلطة ولا عادلة يعني ليست مريضة هي لا توجد نحن نعيش في حالة لا عادلة الا دولة الا امن نحن يعني لا شيء دولتنا اصبحت لا شيء هذا هو كل شيء السلام عليكم ورحمكم السلامة الرحمة الله وبركاته لو فيك ام ناصر كنت معانا مثل امسان ناخذ مكالمة الو يا الو الو نعم السلام عليكم سعلي مشلف فضل سعلي السلام عليكم السلامة الرحمة الله وبركاته يا اخي العدالة وليست في حق المواطن في قمع المواطن عن حقيقي العدالة عندنا عدالة استعمارية من ساعة الاستعمار قوانين استعمارية ضد المواطن ضد المواطن الجزائري وعطاء الحق لمواطن خارجي كي يعمل في الجزائر يخلص اكثر من المواطن الجزائري كل العمال الخارجيين يخلصوا اكثر من العامل الجزائري انا اقول هذه عدالة من ساعة الاستعمار قوانين استعمارية تحكم الشعب الجزائري عن حقه وأعطى حقه لبلد خارجية وانا اقول هذه العدالة عاجمة وليس كيف بتفلق رئيس ومن بعد القاضي الاول في البلاد في الفساد يحكم رئيس وقاضي الاول في البلاد والفساد بأعينه امامه حمل اوزاره هو اوزار الذين من قبله والان هو على فرش الموت ومزال الظلم بين اعينه وهو ينتظر كيف هذا الظلم باعينه وانا اقول واكد ان العدالة قوانين استعمارية من ساعة الاستعمار حكم الشعب الجزائري مع النشعى دالها والقاضي هذا هذا كالبرنوس اللي مرتديه هذو كالخمايمة اللي زيادة انتعى الرشوة وتعى الفساد هذو كديرهم للرشوة والسلام عليكم ورحمة الله براك الله وفيك ساعلي على المدخلة نأخذ عبد الرزاق من ميلا عبد الرزاق اهلا مرحبا بك السلام عليكم السلام عليكم أخذ عدتك ثم تخذوا على القضاء في الجزائر وانا عندي قضية شارعت فيها البارح براك نعم اه اخياتتنا فيها وفيها نعم انا اسمع فيك كاليم مباشر ساعد الرزاق انتخذ عددي قضية شارعت فيها البارح براك كي رح تتولى كنقف تتولى الجوج ما حب شي اسماعليا ما سمعنيش خلاص ما خلنيش هدرس عييت ما نقوله سيد الرئيس اسبر مش رح لي في الوضعية اسبر مش رح لي تسبر مش رح لي ما حب شي اسماعلي ده منع متينش المحامي يوشي أنا مدرك المحامي والله المحاميين يديروا ومنع المحامي وعنده قضايا جزير خلاني وراح القاضية وحدة وخرى ولكن عندك الحق عبد الرزاق القانون يكفر لك يعني باش تدفع لنفسك ما خلانيش الله ما خلانيش هدر عييت نحاول فيه كي عود معاك المحامي هكتقدر تعدر عبيني نحكي سلف الجزير وش عشته البارح برك الحد البارح بالحد وش عشت أنا البارح بالحد الجوج ما حبش يسمعني بقيت نحاول فيه السيادة الرائية أنا نحضر معايا نقول السيادة الرائية فهدني يشرح لي في الوضعية وهو شي يقولي يقولي السمانة الجير وح تسمع الحكم كي نجي نسمع الحكم مدلها عايت في اليوم وليس اليوم اللي حاضر سوء السنة لي حضرت ولي ما قلتوش ما قلتوش بالطريقة هذي لماذا سيادة الرزاق لماذا أصبحت العدالة أو الجهاز القضاء بهذا الشكل هذه على هلا تغذ Search ماناها هذ الناس هذو مانا مش تالحين هذ الناس його بعبارة واحدة وقرى مانا ممش متربيين الجوج هذة له ونت كينا رشوة وله ولو كينا ماناها كينا الناس في الجزائر عندهم اسوارب بزاف وهذ الناس هذو مختلف من فرص انهم هذ الناس يجرب في المناصب هذی ممش متربيين TM este هذ الناس ممش متربيين والاخرين عندهم صوار دي بزاف سقط اننا احنا كي معلق ولو نفس انا ان النقطة دي حاب نروح لها انه انه ما يسمح ليش اذيال حاجة لي ما فهمتاش هو عايط لي وما يسمح ليش ومالاخر يقول لي روح اكتشار حبسه وانا وانا في القاضية تعي انا يا قدمت روحي ضاحية انا جان المجتمع الجزيري بكماله باش نحي افا اجتماعية اني انا قاعد في المحلم تعي وهو جا تعد علي واحد سكران وقاعد يقفر في الروض وقاعد يعيب الناس كون قالوا لي ما ترحش تشكي به كي رح تشكيت به واش دار هو ذني هو ذني واش يقول هو شكبية لا نشكي به ولا هو ذني شكبية كي شكبية رح نفي زوج الهدالة رشيدة نبس الشرح يعني المتاظرنا نتالي تشكيت به ويتفس الشرح بس برك الله فيك سي سعد رزاق على المداخلة نشوف سوفيان من القلعة أنا عمّا أهلا بك سي سوفيان واشنك لا بس الحمد لله تفضل سي سوفيان واشنك الأخ طيب لا بس الحمد لله تفضل تفضل سي سوفيان أعطيب أنا عدلة الزرير ما كيش وعدلة الزرير ما صميحك مو بالحق ألو أنا عمّا نسمعو فيك أسمحي الأخ طيب نعم نعم تفضل تفضل سي سوفيان أه ما كيش عدلة في الجزائر عدلة ما كيش في الجزائر ما صميحك مو بالحق وعلى في رأيك وعلى في رأيك سي سوفيان ما كيش عدلة في الجزائر رأيك يسمع عندك حقك ما تديك عندك ظروف التحق ما تديهم شو ولو يعني القوضات يعني ما شاء الله يعني كيين بزاف قوضات وكيين محاكم في كل بلدية تقريبا كيين محكمة أو في كل دائرة وكيين الرئيس يشرف عليها بحذاته يعني الرئيس الجمهورية هو يعني القاضي الأول للبلاد نعم وكيفاش يعني لهذا الحد يعني الوسائل المسخرة وما عندناش قضاء وما عندناش عدلة كيين بعض قاضاء كيين بعض قاضاء يحكموا بالحق في الحقيقة لازم يكونوا كلهم علاش بعض فقط كيين بعض قاضاء كيين تلقى قاضي الله يبارك يحكم بالحق وكيين ما نقول لك شك ما نجمع لك شك أنت الأخي ما سارت لك سي سوفيان قضية يعني مع العدلة يعني أنا بغير في الحمد لله زامي خلت للمحكامة وزامي وقبت في البارة لا يدوم ها ملا أنا الحمد لله لا لا يلحقني باش لا نلحق لهذا كشي إن شاء الله إن شاء الله ما نتلحق كش لا مميكش كش هذا بارك الله وفكش يسوفيان على هذه المداخلة نشوف أحمد سيحمد هل سيحمد يعني مكلمة سيحمد ألو سلام عليكم سلام ورحمة الله بك شكور معي مكس سعيد سيس سعيد سايد من قبل أتفضل سي سعيد أهلا بيك أهلا بيك يا سيدي والله يا الأخ الكريم أحب أن أتشارك معكم في الحصة هذه أتفضل أنا أول مرة نحكم الإداءة لي على كل حال ونفضلت البلد وشي هي السؤال نحن نترحوا السؤال على العدالة يعني وش رأيك أنت مقتنع يعني عندك ثقة بالعدالة في الجزائر كيفاش تحس روحك هل العدالة هكس ما صرت لك حاجة في العدالة يعني أنت يا كش ما شاهدت حاجة يعني لا الحمد لا الحمد لله إحنا مجردنا أولو عنا عدالة ما شاء الله هلو؟ هنسمعو فيك هنسمعوك تفضل أوه قلتك عنا عدالة ما شاء الله كلش ناشي ناشي هكيف كيفو هكتشوف ناصبه ليون delaw of a فاقدر الشرعية فم بارك العدالة كيف راح تكون هلنها عدالة هكتشوف�� ذو الإنس في المسال أولاد هنا ناياتو أف lee بسكلين على الساع Adult penseเنجين أن يسخ روينا هكتشوف来 النقوة مرة مول base راح تُخplo عن الصرق اليسار هل próxima عدالة لا يعني عندنا الدولة ولا ما Tim key to your situation ." يقولَشِلَ عدالة في العدالة في البلاد بلادَ? من يعني هل هي أساس الحكم له؟ نعم وكيف سرطةء. لماذا؟ عندك عدلة في عيك. والله يا رخي الكريم ما عنا عدلة ما نحضر على عدلة احنا حتى ندعنا دولة لكي نحضر على عدلة. اذا ما كاش قاع عدلة. اخويا بارك الله وفيك سي سعيد. العم. بارك الله وفيك سي سعيد على هذه المداخلة. نشوف سي ربح مقصنطينة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. على بيك سي ربح. بسم الله. السلام عليكم يا اخي عبدالنر. انا بيك. وشركس يا عبدالنر. الحمد لله. اتفضل. الله يدرك فيك بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. وحيك يا اخي عبدالنر. وحيك قناة العصر. الذي تتحدث الحقيقة يا اخي ما صدر في الجزائر. في العشرية السوداء حتى الان. والله لا توجد حديرة في الجزائر يا اخي. هذا السؤال الأول. سؤال الثاني يا اخي عبدالنر. زي ما هلين نقص تيليفين جاوباك. باي فلا مش هبتزال من يوم ما كاش. شوف يا اخي عبدالنر. سؤال الثاني يا اخي. كنت تكينها ادالة. وادالة اسلامية والله هادالة بتوصول تعال. تعال حكم الجزائر يا اخي. نعم. يجب دو قضية تعال مخطو فين. هذا السؤال الثاني. يجب دو قضية تلصار. اللي تلصار. مئتين وخمسينف. بتلحق مد عمر يا اخي من الجزائر. يقتلوا. ومد عمر. يختفوط مونتاش نف. هذا السؤال الثاني. سؤال الرابع يا اخي عبدالنر. يجب دو قضية الخريضة. جزائر. مال. ورشان. وقترول. ودهب. متى جزائر. شريطي يا رب. مال. يدير عشر ملاير دولار. عشر ملاير دولار. يشريها الخليفة به. هدا سؤال الرابع يا اخي. سؤال خمسة اخي عبدالنر. والله لا توجد عدالة في الجزائر. كنكما يديروا قضية. معنص افوكا. افوكا يحكم قضية. كبيرة تكون في اختلاص. اموال الدولة. اختلاص اموال العمومية. هاو شاكي بخاليل. يجبوا له اخي. يحكموا اموال بالجزائر. ويتعوه اللي راضوكا ما من تريتي لافر. يتريتي مع القاضي. والقاضي ما من يتريتي. يتريتي لافر مع البروكيرر. ومعن الاخير من تبدأ هاتا. تبدأها من لوت خراف. من الساسكي ما راح تبني بطار. بايش شاكي جزائر يفن بلي قضية ما كان. بعد واش تدير. ميتان في التسنتينة. في التسنتينة. حكموا لك. تكسر واي. لا كورسي ترام. يديروا لك نقطة. ربار في الدوفي. باي في شهور تنشرتين. في شهور دي اخي عبدالنور. والله بيتساعدة لا. هاي عم امين. والأولادات اللي يخطونا مولادا. شلاو. دفعوا الدوفي. كده. مكان والو. لا ادالة هذا حاجة. ادالة كده يا عبدالنور. تشكرة. انا نعرف ان بلله دي سافوكة. والله ام لاك انجم. ام لاك. ام لاك. انسان افسيين متّطف الطب. سريد. قلوسكم في حي. والله يعرضين. دي سافوكة. والله اتبه كيرا. قول لهم بالفنزات. والله اتبه هي هي شعار. كده هوجي وعالد ورده آبدالنور. كده. تقدي عنده بولكة تختم باسمه يا عبدالنور. بين القضية ومريحة. بينها يا عكي. بينها. وشي وشي عبدالله غالب ضعيف ما يبي يدوش مسكين في يوصل عند القاضي شغراه ينحيله دماغه وباك حيث منه وباك او بيدرنو وينه فعناك انا راح يفتب له ربي يدخل السجن يدخل السجن انا في عبدالله ولكن اما جاتي يشوليش ربي يخرج بره يخرج بره كلش مكتوب ويوصف عليه السلام اشه من النبي في النبيع قل له السجن يا ربي ميحنية السجن يا ربي ميحنية ده ما نشوفش هادة هادة المصيبة اللي راحة لجيني هادة القوغاتي عشقا يا رب عندك الدراع متفوت يا سي عبدالنور ما عندكش ولوه عنده تفوت لو كنت تطبك حقكي دي وقولك وين الشاب الجزيري يعرف المواد ده دو ماعرفهمش لا غالب احنا كمانا ما نعرف ما عدره علينه السيارة وما عدره شاب الجزيري الا ما راح ينربي ما يعرفوش المواد تغلبوا قليناة تغلبوا قليناة في المواد تسعى الصغيرة يقولك اكتصار في الكبيرة تسعى الصغيرة يقولك اكتصار في الكبيرة يقولك راحا اخوة الاكتصار المحكمة العليا وينبس القضية مكين وينو وانا يدسعى شيء هازة عبدالنور يعني يوه كتغل قناة هادة اللي يكشفوا القضية تنجزها الفساد واختلاس واكتلاف اختصاب كل حاجة كبيره ومزيد يكفلوه ويدو هادا هاد النظام هاده يديه عنده حق وشيطين تقول أراضي تأناس يا سبحان الله سلطة العقار العقار يا خير مفيد شب حقكم وحق واحد نبتهانا قطلبنا أنا متوضب عليها بالدرعام هذه القضية يا سياد عبدالنور وسامحني والسلام عليكم أنا ديما معكم برحمة الله فيك سيادة المدخلة نأخذ مكلمة هلو هلو نعم رشيد أهلا بيك سي رشيد سلام عليكم سلام ورحمد الله تفضل سي رشيد كبير لباس الحمد لله تفضل سي رشيد أخوي هاد نظام أخوي هاد نظام من إخوانه لا أحزاب ولا مكلمة هاد نظام لعمل سيوم من إخوانه سماش نعم تفضل نعم انقضعتك مكلمة سي رشيد نأخذ مكلمة أخرى تفضل هلو 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 اسمان أحمد معك لك هلو تفضل نسمعه فيك اه ماشال خير اه اشتاد طيب الصوت بعيد جدا يسألوني أنا معك على الخط لا أسمع المكلمة يبدو أن المكلمة يعني نكتفي بهذا القدر من مكلمات يحكى أن رجل دخل إذن قلت يحكى أن رجل دخل السجن لسرقة كيس من علف الحيوانات يعني سراك ما يقال سراك كيس من من علف الحيوانات وفي زنزانته تقى بمدير بنك وما أكثرهم اليوم في السجون الجزائرية ويوم المحاكمة أفرج عن هذا المدير ناهب بالمليارات وحكم على السارق كيس العلف بعامسج النفذة فذهل سارق العلف يعني يقال كيفاش يعني نحكم عليه بسنة وهو أطلق صراحه وسأل المدير عن سر هذا الحكم فأجابه المدير القاضي لا يأكل علف الحيوانات والفاهم يفهم إذن هذا هو حال القضاء والعدالة عندنا على الأمل اللقائي بكم في حصة جديدة هذه تحياتي ولكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته تبعوا عليكم وبركاته معودة من فوق الشعب ما عنده علا زادونا السكر زادو العادس زادو المعيشة بلاد العادل بلاد العادلة نيمون الحقراء قيمة زادو المعيشة